السلام عليكم في هذا الفيديو سنشاهد كيف حل مشكلة الخروج المفاجئ من التطبيقات ومن الألعاب أحيانا نقوم باستخدام تطبيق معين أو لعبة معينة أو فجأة يتم الخروج من هذه اللعبة دون سابق إندار والتابع الفيديو سنقوم بشرح بطريقتين الطريقة الأولى أن تقوم بالذهب إلى الضبط ثم بعد ذلك ننزل إلى تطبيقات أو مدير تطبيقات في هواتف أخرى الآن تنزل إلى أسفل وتقوم بالبحث عن هذا التطبيق تقوم بالنقر عليه الآن تظهر لك هذه الإعدادات الخاصة بالتطبيق تقوم بالذهب إلى مكان التخزين وبمناسبة هذا التطبيق أساسي موجود في الجهاز وهذا التطبيق مع تطبيقات موجودة في الجهاز يعني من المصنع الآن تقوم بالنقر على مسح بيانات ثم تقوم بالنقر على موافق وهذه من الطريقة الأولى أما الطريقة الثانية تذهب إلى مدير تطبيقات مرة أخرى ثم تذهب إلى التطبيق الذي يتم الخروج منه مثلا تطبيق اليوتيوب أو تويتر تطبيق مثلا تيليغرام أي تطبيق تقوم بالذهب إليه مثلا الآن بنفس الإعدادة تنزل إلى مكان التخزين وتقوم بالنقل على مسح البيانات بعد ذلك تقوم بالنقل على الموافق ممكن أن تجد هذا إعداد مسح البيانات بمسمى آخر مثلا لو قمنا بالذهب إلى تيليغرام وأيضا نذهب إلى مكان التخزين كما تشاهد نجد هذا المسمى مسح يعني البيانات بمسمى آخر مسح التخزين المواقعة وأيضا ممكن أن تجد هذا يعني مسح مسح البيانات بسيعة أخرى في هواتف أخرى مثلا الرادمي أو هواتف شاومي المهم أن تقوم بمسح البيانات أو مسح التخزين المواقعة يعني أتمنى أن تكون قصة فتمنى هذا الفيديو فاتسونا بالاشتراك ودعم القناة والسلام عليكم